بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا زيت ربيك هل بجمعك وليد يونس. جوليا قهد هناك اهي. النهاردة برضو هنرد على الاسئلة اللي بجلنا من حضراتكم بازن الله. عشان نلاحق عليهم بس. اول سؤال معنا الاستاذة شهد خالد. لو سمحت ازاي احمي كلب حربيه في البيت من موضوع الاراض. طول ما هو في البيت مش هيجيله اراض الا بيقعد في بلكونة والبلكونة دي جنبها بلكونة فوقها بلكونة تحت بلكونة كلب عنده اراض ممكن يجيله من مسافة بعيدة. تمام? غير كده لما نيجي ننزله الشارع الكلب ما يعودش في الشارع ولا هياخد وقتها دعم في الشارع. وما يشمشمش في كلب بيتمشى مع صاحبه برضو. لان ما نضمنش زي ما قلنا ما نضمنش. الكلب دوت صاحبه مربيه ازاي? في حشرات حساسية في امراض الكلام دوت. نرشه قبل ما ينزل من البيت بتاع او ايا كانت الشركة ايه? المهم واقع للحشرات دوت او وبعد ما يرجع نديله رشة كمان. بس مش اكتر من كده وتطعمت الحشرات في مواعدها. الاستاذ عز الدين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاتكم. انت عايز اسأل سؤال عناية يا باشا. حضرتك كلبتي ولدت النهاردة الحمد لله. مبروك يا باشا ربنا بارك لك فيهم يا رب. لقيت فيها براغيت وخايف ان البراغيت تروح للجراوي وكده. والموال ده على الموضوع ازاي? اصلا انا خايف ارش عشان غلط فعلا. لو رشيد غلط بس بودرة سيفن. حتلاقي حضرتك على الكروبات بتاع تلفز اكتب في سيرش آآ بودرة سيفن. حيطلع لك ناس بتبيع بودرة سيفن. حضرتك حطها في بضارة ورش عليها على الكلب يا اما ادهن افرازين بس الجراوي ما تبقاش جنبها لحد ما الكلب تنشف. تمام? وممكن ترشها برضو البارس او السيف جارد او السيف لاين له. الاستاذ محمد. هو اللي هو الجيرمن بتاع الاوروبا الشرقية. فصيلة مختلفة عن الجيرمن ولو مختلفة ممكن حضرتك تكلمنا عن فصيلة واحد يا باشا. آآ زيه زيه بتاع وسط اوروبا زيه بتاع غرب اوروبا بتاع شمال اوروبا جنوب اوروبا كلهم جيرمن الاشكال مختلفة حاجات بسيطة زي ما قلنا قبل كده ممكن تلاقي ودن اطول من ودن اه وش ديه الوش بيبقى معروف ان الجيرمن دوت شرق غرب وسط اوروبا لكن كلهم جيرمن واحد ما فيهمش اي فرق على فكرة. تعيش قولي يا عاد هاناك ليه تعالي. الاستاذ احمد حسن لو سمحت عايز اجيب دكر جيرمن يكون في حدود تلت تلاف ومش عارف اجيبه منين. ومعرفش حد بيربي انت هتنمي على حجري ولا ايه? ومعرفش حد بيربي انا في سكندريا ممكن تقولي على مكان كويس وهل تلت تلاف يجيبه كلب تلت تلاف يجيبه لك كلب ممكن نقول اربعة تلاف كلب شولاين مستوى مقبول مستوى متوسط تلت تلاف يجيبه لك حاجة كويسة. تمام? لكن اللي بالسعر ده مش هتلاقيه في مزارع. هتلاقيه يا اما في محلات يا اما ناس بتربي ممكن تدخل على الفيس تدخل على الكلام ده وقت. اه المزارع بتبيع ابتداءا من المستوى اللي فوق المتوسط. يعني هتلاقي ومش هتلاقي عندهم هتلاقي الكلب من خمس تلاف لست تلاف اللي من غير ورق اللي بورق هتلاقيه بيبدأ من سبعة تلاف تمان تلاف فما فوق فتلت تلاف حضرتك شوف على اوليكس او الجروبات اللي على الفيس. لو استاذ محمد ايمن الكلب يتجوز كل قد ايه? الكلب ممكن يتجوز تلت جوازات في الشهر زي ما قولنا قبل كده كل جوازة تلت مرات اكتر من كده انت بتحمل عليه. وياريت يكونوا جوازين كل جوازة تلت مرات عشان الكلب ما يضعفش منك. اه دودي عاطف. ازاي اعرف ان الكلب حامل من غير سنور? موضوع صعب جدا يا جماعة. هي حاجات برضو عايزة خبرة زي ما قولنا قبل كده في موضوع سن الكلب. حاجات عايزة خبرة. يعني الكلبة من من اول عشر تيام حامل لحد اليوم العشرين او الخمسة وعشرين ممكن تلاقي شهيتها قلت. دي اشارة. الكلبة بتلاقي شعرتها بدأت تلمع. والكلبة بتحلوف وشة غير الكلبة اللي انت متعود عليها حتى لو هي حلوة هتلاقي شعرتها لمعة زيادة. الشعر اللي في اللجناب اللي قبل الفقد ده بتلاقيه واقف. مهما تصرحه بتلاقيه واقف. اشارات بسيطة جدا. تبدأ مسلا من اليوم العشرين او الخمسة وعشرين الحلامات تبدأ تقلب باللون البمبي. لسه ما كبرتش. بعد اليوم التلاتين يبدأ تضخم الحلامات بتاعت السادية واحدة واحدة. غير كده ما فيش اشارات. اللي يقول لك الكلبة بتهدى بعدها. لا في كلاب عفريد بتتنطط بعد الحملة ما عندهاش اي مشكلة يعني. مش مشكلة جراوي يروحوا في داهية. بس المهمة نلعبها اتنطط. يعني مش شرط تلاقي الكلبة حركتها قلت. لساس خالد رضا حضرتك. شكرا عبا يا شهر ازواج. اه ممكن ترد علي ضروري عن اي انا كلبي جرمان عمره تلات سنين كنت بأكله هياكل وعيش وغيرت بقيت بحاول لأكله وكنت بحطله شوية مع الاكل وساعات لوحده بس هو لما بيعمل حمام بيعمل كمية كتير عن الاول. ده طبيعي كده على فكرة. والريحة مش حل وهل ده بسبب تغيير الاكل ولا ان الدراي وحش. هضمه اسرع من الفرش. والفرش هضمه اسرع من الني. تمام? فحشان كده هتلاقي ممكن يعمل لو الكلب المتعود مسلا بيهدم الفرش في سبع ساعات. لا الدراي هيهدمه في اربعة خمس ساعات. ده امر طبيعي خالص. هتلاقي ريحة الطايلت اتغيرت ولونه اتغير للون البني اللي هو لون الدراي. ولكن بحذركم من الدراي من الدراي الفرط. اللي هو اللي بيبقى فيك يا الصغيرة يقول لك نقص كيلو والكلام ده. احذروا من الموضوع ده لان حفزه ما بيبقاش كويس. والدراي بيبقى في دود. اه في دود فعلا اه. فاحسن حاجة جيب شكرة مقفولة وانت بتشتري الشكرة اتأكد ان هي مش مفتوحة ما فيهاش صقوب تدخل هول جوا يعني محفوظة كويس. الاستاذ يوسف جو. هل حتضرب جوليا شراسة وازاي ابتدي اهله شراسة? لا انا مش محتاج ان انا اضرب جوليا شراسة يعني هي بنت مش محتاج شراستها في حاجة يعني. اه تأهيل الحراسة تأهيل الحراسة يا جماعة مش موضوع صعب. ان الكلب ما يلعبش مع حد. ما يروحش نشمشن في حد. ما حدش يلعب مع الكلب. ما حدش غيرك او افراد القصة يحطوله اكل. تبدأ على سن ثلاثة او اربعة شهور تلعب الكلب بقماشا تفاهموا ان البق دوت وظيفته غير الاكل والشرب ان هو يعط. اه بس بالراحة عشر سنانه بتكون لسه في مرحلة التبديل. اكتر من كده هو ده تأهيل الحراسة اللي الناس بتاخد عليه. يلا ربنا يبارك للجميع. على فكرة موضوع التدريب يا جماعة ده من اسهل ما يكون على فكرة. من اسهل ما يكون. تأهيل حراسة حراسة طاع. الموضوع جدا على فكرة. جدا جدا جدا. بس نفهم الكلب ونعرف. الشروط بتاعت التدريب ايه? زي الفيديو اللي عملناه آآ اللي اسهه آآ كل حاجة عن التدريبات. هتلاقي الكلب بقى في ايدك خلاص بتعمل معا اللي انت عايزه وحيديه لك. الكلب حيديه لك. بس شروط معينة نطبقها مع الكلب. عفوا. زي اللي قلنا عليها في الفيديو بتاع كل حاجة عن التدريبات. هتلاقي الدنيا بقت زي الفل معك والله. ان شاء الله بامر الله يعني. الاساز عزيز. هل الكلب لما يجبر في السن يبقى عجوز ويشارف? هل سوف يتوقف عن انجاب الجراوي ولا ناس? بتقول ان الكلب دكر يفضل ينجيب لحد ما يموت. ايه رأيك يا جوليا? لا يا باشا مش هيفضل ينجيب لحد ما يموت عشان حاجتين. آآ اولا الكلب عند سن سبع او تمان سنين ان هو داخل بقى على بداية مرحلة العجس خلاص. هيبدأ يفوت منك الجوازات. مرة يخلف مرتين لا. بعد كده آآ مرة يخلف تلاتة اربعة خمس مرات لا. هيبدأ يفوت من الجوازات زي وزي النتاية لما تبدأ تدخل على سن العجس. بعد كده الكلب اصلا مش هيبقى عنده طاقة ان هو يتجاوز لان موضوع الجواز دوت محتاج طاقة ومحتاج صحة من الكلب عشان كده بنقول غزه كلابكو كويس. دكر او النتاية. فمش هيبقى عنده طاقة عشان يتجاوز لما يوصل لتسع سنين تسع سنين يعني قدامه سنتين تلاتة وكله بامر الله سنتين تلاتة وخلاص يتوكل على الله. فخلاص مرحلة العجس الجسم بدأ ينهار. بدأ يدخل في مرحلة الانهيار. الخلايا خلاص ما بقتش زي الاول. ما بقتش خلايا شابة زي الاول. الطاقة ما بقتش زي الاول. المفاصل ما بقتش زي الاول. موضوع الجواز ده. الدكر بيحمل على رجلين اللي وراء. رجلين اللي وراء دي يعني مفاصل. ويقعد يحاول 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 يحاول. المفاصل دي خلاص ما بقتش قادرة. هتلاقي الكلب بقى بيتحرك بسيط. هتلاقي الكلب ما بقاش عايز يتحرك عند سن عشر سنين. عشان كده الكلب مش هيقدر يخلف لحد ما يموت هي سبعة امان سنين بداية العجز. هتلاقي الكلب خلاص بدأ يهرب منك جوازات. بعد كده مش هيقدر يتكوز تاني. كده الفيديو بتاعنا يكون خلاص. تحياتي لحضراتكم جميعا. اشوفكم بعمر الله على خير في فيديو جديد من قناتنا زيت ربيك قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.